في مستودع تحت الأرض في أحد مباني بنجالور في الهند يقرع مئات من الشبان لوحات المفاتيح لأجهزة كومبيوتر ويحدوهم الأمل في أن يحققوا شيئاً مما حققه ستيف جوبز أو مارك زاكربرغ رأيت الألات التي يصنعونها في جامعة مساتشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة يمكننا أن نصنع مثلها تماماً في الهند لذلك قررت أن أطلق شيئاً ينتج ما يحققه نجاحاً عالمياً وتضم الهند حالياً أربعة ألاف وسبعمائة وخمسين شركة ناشئة جديدة تعمل في مجال التكنولوجيا وهو عدد يزداد سنوياً بحيث أصبح السوق الهندي ثالث أكثر سوق في العالم من حيث الشركات الناشئة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا هذا القطاع يشهد انطلاقاً حقيقياً لم أتوقع ذلك فعلاً إنهم يعملون بجدية تامة والهند تقوم بتصنيع منتجات رائعة فبعد ربع قرن من تحرير الاقتصاد الهندي وانطلاق عجلة التنمية في هذا البلد العملاق ظهر جيل جديد مستفيد من الاستقلال الاقتصادي المحقق في زمن الجيل السابق مع تطلعات إلى المغامرة في الشركات الناشئة وفي مجال التكنولوجيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر